الحاسد هو شخص مريض هل معقول أخف من المريض أخف من ضعيف الإيمان أنا هنا قوتي بالله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي قال لي سيدنا ابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اكتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اكتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عارفة واستاذة دينا هو اللي بيطلع في الإعلام شاطر ولا بيطلع في المجال الديني شاطر ولا في الطب شاطر هو مش بالضرورة يكون أبوكا هو عميد الجامعة ولا بو وزير الإعلام ولكن هو توفيق ربنا لكن لما يقدي للناس خطاب زي ده ده خطاب بيخلي الواحد أعرج قاعد يلقى شماعة مسدق هيعلق عليها أصلا ممسوس أصلا محسوس ويربوتوا كل الأحباس اللي بتمر في حياتهم بالحسد كأن حد واقف قدامهم ما بيبصش لو بيأكل ولا بيشرب ولا بينام قاعد بس قدامهم ويا سلام لو أعلم على شخصية بعينها لو قابله هو خارج جئ في الباب ويرجع يقولك لا شكرا أنا مش هشتغل النهاردة ليه حالة واقف الرجل ده قابلني لا نهى النبي عن التطير ونهى عن التشاؤم يعني فكرة التشاؤم ده من ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى فعلينا ان احنا ده شوفي ربنا يقولك يريد الله بيكم اليسر ولا يريد بيكم العص إننا بيقولي بشروا ولا تنفروا بعض أصحاب الأجندات الخاصة أصلي يعني أفتيكر إعلامي قدير زي أستاذ عمر أديب في مكالمة يقولي في ناس أسامي تقيلة شيوخ بيعملين الكلام لا أنت ما تحوليش الدين بقى بعد إذنك كرجل متخصص لسبوبة ماهنا لما أعمل حالة فوبيا هيجي يقولي إيه طب ما تيجي ترقيني خلاص يعني واحد منهم يقولك إيه أنا عشان حياتك تستقيم لازم نقرأ لك صورة البقرة ثلاث مرات في الأسبوع لا أنا ما أرهاش أنا ليه ليه وبعدين هو في حد هيقعد يقرأ صورة البقرة كل ثلاث يام هو ده شكل التدين يعني يا أخي واحد دخل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال له قل آمنت بالله ثم استقر